هذا الروبوت الألي المختص في حراسة المنشآت هو من صنع أيدي تونسية لشباب من المهندسين بمدينة سوسا يعملون داخل هذه المؤسسة منذ أكثر من سبع سنوات في مجال الذكاء الصناعي لتكون هذه العينة واحدة من ابتكاراتهم الروبوت نشغل فيها عن طريق انترفاس موجودة في بوس دي كوماند يعمل بريزو كجي الروبو ضي وظيفته يقوم بحماية المنشآت الصناعية الروبو متاع الحراسة ذاك أول ربو خرج في العالم كما يقولون اليوزاج سيفين فهو بوسيون اليوزاج ميليتير أول ربو في العالم لحراسة المنشآت الخاصة خرج من تونس سنة 2015 كل ربو عنده أجالي اللي هو يصلح للمجتمع ويقدم الإضافة يتصنع هنا فيه والكل هذه الشباب المعدل اللي عمر متاحهم في 27-28 سنة هذه المؤسسة الاقتصادية التي تشغل مجموعة من المهندسين من خرجي الجماعة التونسية تعمل أيضا على احتضان عدد من الطلبة للتربس وذلك في إطار انفتاحي لمؤسسات الصناعية على البحث العلمي كانت كولابوراسيون ما بين الانفرونمون اندستريال وما بين الانفرونمون في الليكول لذلك تسكي ريشارش وانكل هنا ما عاش نحكي عن ريشارش واحدهم ينحكي وفهمة بزوان عن الاندستريال طلبوا تحلط فيه تيز تيز متاعنا دي دي باش تحل المشكلة هيك نخدم مع الروبو انتريور وزيد نخدم مع الروبو انتريور وزيد نخدم مع الاندستري 4.0 هذا هو ريشارش يدعون من دوبة فنقشون يخدم فيزيو كنفرانس وزيد نحكي يحزي شارش من البلسة أخرى يوصلنا معنا الكنسيبسيون من الروبو تسكيه ومتاعه ومبعد يتعد على البرتية البرتية التي نحن لنا في الاتوري يتعد على كما نشوفوا على البرس كل سوى سنبلاش يتصنعوا واحد ومبعد لنا نسوا الاسمبلاش فيني من الروبو ومبعد من نسوا الاسمبلاش فيني نخرجوا ونصبولوا للكود متاعه ودجاء بريود الكورونا يكشفت معناه بريس كعالم كامل يحكي على تونس جورة الروبو مرحل وعديد يمروا بها تصنيع مثل هذه المنتجات وهما يستوجبوا الكثير من الإطلاع والتجديد نتوى كل شيء معناها الدومين هذي ولا أمني بخزن في السكتور الكل نلقا في السكتور ميليتر في السكتور متاع ميديكال في السكوريتي حتى الاندستري ندخلو نلقا برشة الروبو راجي دجاء عنا دي سوليسيون هنا هنا بازي في دي سكتوري يحاون برشة الخديمة التكنولوجيا هو كما قطار سريع أو يتأخذ وليزم تتمشي بالسرعة ويمشي فوتك القطار المادة الخامة كما قولوا هو الذكاء المهنسين متاعنا متاع الطلبة متاعنا متاع خير رجين معناه الجامعات ولمدارس المهنسة هذوكم وراه اليوم اللي هوم على مستوى عالمي من أحسن ما تمام مشي خرج ومنتوج من أحسن ما تمام على مستوى العالمي الاستثمار في الذكاء الصناعي بالاعتماد على خبرة وكفاءة الشباب التونسي أبرز عوامل النجاح والترويج لسورة تونس في الداخل والخارج شرط مزيد دعمهم والإحادة بهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر